المروروذي وإذا قال الحج أبو حامد فهو الغزالي وإذا قال الإمام أو الأستاذ أبو حامد فالمقصود به أبو حامد الإسفرايني مجدد القرن الرابع الهجري الذي توفي سنة ست وأربعمائة للهجرة أبو حامد الإسفرايني أما الغزالي توفي خمسمائة وخمسة للهجرة رحمهم الله أما إذا قال القاضي أبو حامد فهو القاضي أبو حامد المروروذي أنه كان يختصر غاية ما يمكنه أنه كان يختصر غاية ما يمكنه واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق نعم إذن سئل عن مسألة الجواب فيها عبارة عن حرفين اللام والألف لا فأجاب لا فقط باختصار شديد باختصار شديد قال لا وبالله التوفيق طبعا هنا جميلة هذه الواو عندما يقول لا وبالله التوفيق وهذه الواو ضرورية أنه لا يجوز إسقاط هذه الواو هنا فلو قال الجواب لا بالله التوفيق هذا كلام يخالف العقيدة المسلمة عياذ بالله فالواو هنا ضرورية أيها الأخوة فالأصل فيها أن يقول لا وبالله التوفيق دعا أحد الملوك أحد العلماء فسأله عن مسألة مشابهة فقال له لا وبارك الله فيك الجواب لا وبارك الله فيك فقال له الملك ما أحسن الواوة هنا ما أحسن الواوة هنا لأنه لو حذف الواو لكان الجواب لا بارك الله فيك طبعا وكانت طارت رقبته بعد ذلك السؤال فالجواب الصحيح ينبغي أيضا أن يأتي مع حكمة فقال له لا وبارك الله فيك فقال ما أحسن الواوة هنا وهنا نقول أيضا ما أحسن الواوة هنا المسألة التاسعة قال الصيمري والخطيب إذن الصيمري معروف لديكم الخطيب هو الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 63 و 400 مؤرخ المشرق وصاحب كتاب تاريخ بغداد الكتاب المعروف نعم إذا سئل عمًا قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل نعم هذه مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة ينبغي التنبه إليها فهذه تأخذنا إلى علم الكلام علم العقيدة والعياذ بالله إذا تجرأ رجل أو تجرأ إنسان فقال أنا أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يقول الصلاة لعب أو الصيام لعب أو الزكاة لعب أو الحج لعب أو أن يقول أنا أفهم من محمد صلى الله عليه وسلم أو أذكى من محمد صلى الله عليه وسلم أو أي كلمة فيها إنقاص أو انتقاص من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مسألة خطيرة جدا جدا أيها الإخوة ينبغي التنبه إليها فهذه المسألة لا يوجد فيها ما يسمى كنت مازحا أو هازلا أو هزل ولعب ولهو هذا كله لا يقبل قال الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والله سبحانه وتعالى سمى من استهزأ بالله أو بآياته ولو آية من آيات الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فقد سماه كافرا واعتبر كافرا مرتدا خارجا من ملة الإسلام وقول الله تعالى لا تعتذروا الاعتذار هنا ليس كما نفهمه نحن يعني أن يقول للإنسان للآخر أنا أعتذر منك لا ليس هذا المقصود في القرآن الكريم الاعتذار في القرآن هنا المقصود منه الحجج أن يأتي بحجة أو دليل أو برهان أنني قلت كذا وقصدت كذا أو ما قصدت كذا هذه الأمور ما فيها مزه هذه الأمور ما فيها مزه هذه تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق القرآن الكريم ينقل الإمام النووي رحمه الله عن ابن المنذر رحمه الله الإمام العالم الكبير أنه قال من تكلم في الله يعني طعنا في الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآية من آيات الله فأثبت آية منفية أو نفى آية مثبتة أو أثبت حكما منفيا أو نفى حكما مثبتا في القرآن فقد كفر ونقل الإجماع على ذلك هذا ما فيه مزح الذي يقول والله أنا أذكى من محمد صلى الله عليه وسلم أو أصدق أو أعلم من محمد أو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا هذا كله خروج من الإسلام وعياذ بالله هذا ردة وبما أننا في مجلس علم لا بد لي أن أبين لكم ما اتفق عليه العلماء من أقسام الردة وأقسام الكفر قد قسم العلماء الردة إلى أربعة أقسام رئيسة ورئيسة نقولها بياء واحدة ويصح أن نقول رئيسية بياءين أيضا لا بأس في ذلك وقد قسم العلماء الردة إلى أربعة أقسام رئيسة فقالوا القسم الأول هي ردة الاعتقاد والثاني ردة الأقوال والثالث ردة الأفعال والرابع ردة الترك أما القسم الأول ردة الاعتقاد فإذا اعتقد الإنسان وأنا هنا أتكلم بعبارات علماء العقيدة بشكل دقيق وأقول إذا قال الإنسان ولم أقل إذا قال المؤمن لأن أي إنسان يقولها فقد ارتد والعياذ بالله والمؤمن لا يقولها المؤمن لا يقول هذه العبارات التي سأذكرها لكم لا يقولها اعتقادا إذا قال الإنسان في القسم الأول ردة الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى له شريك أو أن الله سبحانه وتعالى له ولد أو أن الله سبحانه وتعالى له زوجة كل هذا طبعا نستعمل أو ولا نستعمل و لأن أو تقتضي المغايرة وواو تقتضي الترتيب وهناك فرق إذا قلنا و و و كذا يعني كلها مجموع يخرجه من الإسلام أما قولنا أو فالواحدة منها تخرج من الإسلام فالذي يقول إن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا فقد كفر وارتد هذا سماه العلماء ردة الاعتقاد هذا ردة الاعتقاد اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى له ولد أو زوجة أو شريك أو أن الله سبحانه وتعالى معه ليس هو خالق كل شيء أو أن الله سبحانه وتعالى مخلوق والعياذ بالله هذا كله ردة الاعتقاد تخرج من الإسلام القسم الثاني هو ردة الأقوال ردة الأقوال كأن مثلا يسب الله جل جلاله والعياذ بالله الذي يسب الله جل جلاله لا عذر له هذا قد كفر وارتد وخرج من الإسلام لا يقول أن يكنت أمزح وسهوا وما إلى ذلك الأمر الثاني كأن يقول مثلا أو أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يسب القرآن الكريم كل هذا يسمى ردة الأقوال هذا هو القسم الثاني القسم الثالث أيها الإخوة هو ردة الأفعال ردة الأفعال مثلا كأن يحمل المصحف الشريف ويرميه في القاذورات والعياذ بالله هذا فيه استهزاء واستهتار بكلام الله جل جلاله فالذي يحمل المصحف ويرميه في القاذورات أو يدوس عليه وما إلى ذلك كل هذا يسمى ردة الأفعال هذا الفعل هو ردة والعياذ بالله القسم الرابع هو ردة الترك ردة الترك هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنه يترك إقامة شعائر الدين فتراه عند الزكاة لا يدفع الزكاة وعند الصيام لا يصوم وعند الصلاة لا يصلي سواء أكان في المسجد مع جماعة أو في بيته منفردا فهنا قد ترك أركان الإسلام وهدم الإسلام وهو مستطيع للحج ولا يحج هذا يسمى عند العلماء ردة الترك لأنه ترك شعائر الله هو أتى بالشهادتين بمفتاح دخول الإسلام تشهد لكنه ترك الشعائر وهدم لذلك سماه العلماء أو سموا العلماء هذا القسم سموه بأنه ردة الترك هذا هو ردة الترك وهذه الأمور طبعا لعلنا نفصلها يوما ما إن شاء الله إذا عقدنا مجلس في علم العقيدة بإذن الله إذا قدر الله لنا ذلك يوما ما لكن أريد أن أنبه تنبيها شديدا أن هذه الأمور أيها الإخوة لا مزح فيها ولا استهانة فيها لأن أي قسم من هذه الأقسام يدخل تحتها الإنسان فقد بريئت منه ذمة الله والعياذ بالله قال العلماء طبعا أن يكون حرا مختارا حرا مختارا يعني إذا قام أحدهم بحبس هذا الرجل أو ضربه أو وضع المسدس في رأسه وما إلى ذلك وقالها ليس عن اختيار هذا لا يكفر هذا لا يكفر ما قال هو قلبه مطمئن بالإيمان فإذن هي أن تصدر عن اختيار وكذلك قالوا أن تصدر عن عقل أي أن يكون في حال قوله أو فعله أو تركه عاقلا وحقيقة وحقيقة أيها الإخوة العاقل لا يأتي منه سب الله جل جلاله ولا رسوله ولا رمي المصحف العاقل لا يأتي منه ذلك هذه الأفعال وهذه الأقوال لا تأتي من عاقل وكذلك العاقل لا يترك ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه فينبغي على العاقل أن يترك ما نهاه الله وأن يأتي بما أمره الله به فهذه الأمور إذا كان باختياره وكان عن حالة عقل والعياذ بالله فقد كفر وارتد وبرئت منه ذمة الله طبعا هذا الأمر يترتب عليه أمور هذه الأقوال الأفعاب والاعتقادات يترتب عليها أمور وسأنتهز الفرصة بما أنه ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا لنعطي شيئا في علم العقيدة فنقول وبالله التوفيق من صدر منه هذا الكلام وهو في حال عقل واختيار وإرادة سواء أكان ذكرا أم أنثى وهو بالغ مكلف فإذا كان متزوجا فقد فسخ عقد الزواج عن زوجته أو من زوجته أو من زوجه انفسخ عقد الزواج منها أيها الإخوة هذا ليس الطلاق ولكنه فسخ لعقد الزواج وبالتالي لا يحل له أن يقربها ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بعد أن يتشهد ويدخل في الإسلام أولا ومن ثم يغتسل ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله وبعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد فلا تقربه ولا يقربها طالما هو أو هي والعياذ بالله جاءوا بأحد هذه الأمور من كفر الردة أو الأقوال أو الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو الترك هذه الأمور هذا ما يترتب عليها الأمر الثاني إذا مات والعياذ بالله قبل أن يسلم قبل أن يتشهد ويدخل في الإسلام هذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين والعياذ بالله والأمر الذي بعده لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له هذا أمر جلل أيها إخوة هذا دين الله وهذه العقيدة قد دمر نفسه وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله الأمر الذي أختم به هذه النقطة حتى لا أطيل أنه إذا كفر أو ارتد والعياذ بالله من الذي يقيم عليه الحد؟ الذي يقيم عليه الحد أيها الإخوة ليس العوام ليس نحن لسنا في كما يقال حارة كل من إيده إله كل مننا يأخذ الحد والحق بيده لسنا في تلك الحارة بل يقوم على ذلك الحاكم ولي أمر المسلمين أو من ينوب منابه كالقاضي الشرعي وما إلى ذلك أما أن يقوم من يريد متى ما أراد ومتى ما شاء بقتل فلان بحجة أنه خرج من الدين أو كفر أو ارتد لا هذا الأمر لا يعود لكم أيها الإخوة ولا يعود لأحد من عامة المسلمين إنما يعود للحاكم أو من ينوب منابه كالقاضي الشرعي والله تعالى أعلم عيد الفقراء أختاري حتى نعرف في الوصولة لو سمحت المسألة التاسعة قال الصيمري والخطيب إذا سئل عن من قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله هنا يبين إذا سئل عن من قال وهذا يعني أن هذا السؤال لا يطرح للعوام أيها الإخوة وإنما يطرح للمفتي يطرح لمن يتولى شؤون الإفتاء يطرح لأهل العلم لا يطرح لمن من كان لا يقول عمي لعمي آخر سمعت فلانا قال كذا وكذا هذا لا يترك الأمر الإسلام نظم شؤون المجتمع أيها الإخوة الإسلام نظم وقعد القواعد في هذا الدين العظيم ما ترك الأمر سائبا ولا مائعا بل إن الأمور منظمة فمثل هذه الأسئلة تسأل لأهل العلم تسأل للمفتي نعم لأنها تتعلق بحقوق الدماء أيها الإخوة بدم الإنسان أو الصلاة لعب وشبه ذلك وهذه واسعة وشبه ذلك أي مسألة فيها تعرض لما جاء في القرآن الكريم أو حتى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاستهزاء بالسنة لا يقل عن الاستهزاء بالقرآن وما ينطق عن الهواء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عنده إن هو إلا وحي يوحى فكذلك الاستهزاء بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ نفس الحكم وينزل تحت نفس الفئة في أنه استهزأ بسنة سنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة عنه فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل إذن المفتي هنا لا يتسرع في الفتوى لا يتسرع في الفتوى بل إن بعض العلماء قالوا إذا وجد في رجل شبهة وهذه الشبهة كان 99% النسبة المئوية 99% النسبة المئوية أنه ارتد أو كفر وهناك نسبة 1% لعله قصد كذا أو لعله أراد كذا أو لعله ما قصد كذا أو لعله ما أراد كذا فنحن نأخذ بالنسبة 1% لأن الأصل هو براءة الذمة أيوال إخوة الأصل هو براءة الذمة وليس الأصل هو التهمة ليس الأصل أنه كفر نحن لا نستعجل ما الهدف من تكفير الإنسان؟ ما الهدف منه؟ ما هي يعني هل الجنة ضيقة والعياذ بالله لا تتسع لنا كلنا جميعنا يعني؟ لا ليس هذا الأدف بل ينبغي عليه أن لا يتسرع في الحكم لأن هذا دم الإنسان بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان تماما انظروا إلى هذا الحكم الشرعي العظيم حقيقة يعني نوي رحمه الله توفي 76 و600 للهجرة يعني قبل كل هذه المحاكم المدنية اليوم والدنيوية وما إلى ذلك منذ 800 سنة يقول إذا أقر إذا أقر إذا كان هذا الأمر بإقراره إذا هو أقر أو هناك بينة هناك دليل هناك بينة ودليل يقوم على إقراره أو على قوله أو على أنه فعلا أتى بفعل من الأفعال التي تخرج من الإسلام أو قال قولا يخرج من الإسلام فإذا كان بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان ومرة أخرى يؤكد على أن الحكم في هذه المسألة يعود لولي أمر المسلمين وليس للعوام فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب ففعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه نعم إذن يقام عليه حد المرتد هذا الذي يقصده يعني يقام عليه حد المرتد وبالغ في ذلك وأشبعه بيقصد بذلك أنه لا تهاب ولا تساهل في سب الذات الإلهية والعياذ بالله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن في الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو آية من آيات القرآن الكريم أو حكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة وما إلى ذلك هذا لا يتهاون فيه لكن هنا يقول لك أيها الأخ الكريم بعد أن أقر هو بهذا الفعل أو القول أو ظهرت البينة فعل به كذا وكذا إن لم يتب طبعا فعل به كذا وكذا أي أقيم عليه الحد والحد يقيمه ولي أمر المسلمين أو من ينوب منابه وهو القاضي الشرعي وبالغ في ذلك وأشبعه لأن الأصل هو أنه يربي جيلا كاملا أو يربي المجتمع بأكمله حتى لا تتفلت الأمور أيها الأخوة فبعض الأوقات يكون الحكم شديدا لأن الغاية فيه هي حفظ باقي دماء المسلمين وضغط المجتمع بشكل عام حتى لا تعم الفتوى حتى لا تعم الفوضى لأنه اليوم عندما عمت الفوضى في الفتاوى عمت الفوضى في المجتمعات كذلك وهذه فوضى الفتاوى هي التي أصابت مجتمعاتنا بما أصابته اليوم فوضى الفتاوى عندما يفتي من لا يعلم ويسكت من يعلم عمت الفتوى هذه مصيبتنا اليوم لو سكت من لا يعلم وتكلم من علم لا ما حدثت هذه الفوضى في الفتاوى لكنا في وضع أحسن ولكن مع ذلك ننظر للإيجابيات ونترك السلبيات وإن شاء الله نسير نحو مجتمع راشد وعاقل ومسلم قال وإن سئل عن من تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا القائل تمام يعني هنا مرة أخرى يبين النقطة التي تحدثت لكم عنها وهي أنه إذا كانت هناك وجوه حتى لو كانت تسعة وتسعين وجه من مئة أنه لم يقصد ذلك ولم يرد ذلك أو أنها تورية أو أنها فيها أو حدث لغط أو سوء فهم وما إلى ذلك فيسأل يسأل هذا القائل هذا القائل نسأل هذا القائل هل قلتها أولا وماذا قصدت بها الأمر الثاني هل قالها من قبل هل تكررت هل هو متذبذب بين الكفر والإيمان والنفاق والعودة ويرتد ويذهب ويعود وما إلى ذلك أيضا كل هذا مما يسأله المفتي عن هذه المسألة قبل أن يصدر الحكم والفتوى فيها لأنه كما قلت لكم حفظ دم المسلم أو حفظ دم الإنسان هو الأصل الإسلام ما جاء أيها الأخوة متعطشا لقتل الناس حاشا وما جاء لشرب الدماء حاشا أبدا بل جاء لإخراج الإنسان من عبادة الإنسان إلى عبادة رب الإنسان وجاء لإخراج الإنسان بشكل عام الإنسان من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى والإسلام كما قلت لكم أيها الإخوة نحن نفرح عندما يسلم الغير من غير المسلمين ويدخل معنا الجنة إن شاء الله ما عندنا حرج في ذلك أهلا وسهلا بالجميع ما عندنا أسرار في هذا الإسلام ما عندنا شيء مخبّة كل الأمور واضحة ومكشوفة إسلامنا ليس إسلاما منغلقا على نفسه لا يقبل الغير أو لا يقبل دخول غيره فيه كما بعض الشرائع الدنيوية لا نحن منفتحون أهلا وسهلا بالجميع وما عندنا أسرار وما عندنا شيء مخبّة من يسلم ويهدي الله سبحانه وتعالى قلبه للإيمان حياه الله نعم فإن قال أردت كذا فالجواب كذا إذا بيّن السائل إذا بيّن السائل ماذا أراد وماذا قصد عندها يفتي المفتي ويقول إذن بناء على قوله أو بناء على ما قاله هذا السائل فجوابنا كذا والحكم كذا ونقضي بكذا أو نفتي بكذا أو نحكم بكذا أو يقام كذا ولا يقام كذا من أحكام شرائية وإن سئل عما قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط إذن هنا هذا التدرج في الإسلام في البداية سأل عن النفس بشكل عام عن النفس البشرية بشكل عام إن قتل الإنسان يقصد منه يعني إزهاق روحه بشكل عام هنا يسأل الآن طيب إذا أتلف عضوا من أعضاء جسم هذا الإنسان أيضا الإسلام نظم ذلك أيها الأخوة ووضع الضوابط ووضع الحدود لم يتركها يعني ليس المقصود أنه والله طيب الإسلام حرم قتل النفس إلا بالحق طيب هل يعني أنه والله إذا سمعنا من أحد كلمة شككنا فيها أنه نأخذ الحق بيدنا نضربه ولا نقطع لسانه ولا يده ما هذا أيضا من التفلت الذي ما جاء به الإسلام الإسلام جاء بضوابط وبقواعد الأصل فيها حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ الجوارح وحفظ الجنان وما إلى ذلك ما جاء الإسلام والله للضرب والشتم والقذف والقتل والتقتيل ما حاشر حتى لو هنا يقول لك لو نزلنا نزلنا في المسألة من قتل النفس إلى إصابة عضو من أعضاء الجسد مثلا أو قتل أو قتل شخص أو قلع عين لأن القتل قد يكون قتل خطأ أيها الأخوة يعني مثلا حادث سيارة هل يقصد أحدنا أنه ضرب آخرا بسيارة ليقتله أو لا هذا حادث أو مثلا قلع عينه قلع العين أيضا قد يكون ل يعني لخطأ أو ما إلى ذلك أو لنفترض أنه طبيب من الأطباء أخطأ خطأا تقديريا في عملية ما أدت إلى إطلاف عضوه هل قصد هذا الطبيب قتل هذا الإنسان أو إطلاف عضو من أعضائه كل هذا يستبان ويستوضح من السائل وينظر فيه أذكر مرة حدثني أحد وأساتذتي يعني في مسألة فقال أنه قال لي إذا رأيت امرأة جاءت يعني تشتكي إليك بأن زوجها ضربها وقلع لها عينها فماذا تحكم وهو كان أستاذي في منحلة الماجستير فأنا كنت يعني صغير في العمر بعدني فغضبت يعني قلت والله هذه مسألة كبيرة وكذا فقال لي تمهل تمهل يا أخ معتز تمهل قبل أن تحكم أرسل وراء زوجها فربما هي قد قلعت عيناه لإثنين انتبه انتبه نعم فهنا لا يستعجل الحاكم لا يستعجل القاضي لا يستعجل المفتي ينظر المسألة يسأل يسأل السائل يسأل ينظر ماذا حدث نعم المسكينة قد تكون قد قلعت عينه من عيونها ولكنه قد تكون قد قلعت عيناه وما إلا ذلك طبعا هذا المثال هو على سبيل الطرفة ولكن قد يقع قد يحصل قد يحصل والله وعلا نعم فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص تمام إذن يذكر كل الشروط التي ينبغي أن يستوفيها قبل الإفتاء بإقامة القصاص نعم وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير نعم التعزير هو غير القصاص طبعا غير الحد التعزير هو عقوبة تقديرية يقدرها القاضي الشرعي لم يرد الشارع بنص فيها أو لم يذكر الشارع نص فيها لم يذكر حكما فيها الحدود ذكر الشارع حكمها يعني مثلا القاتل يقتل قاتل العمد يقتل وما إلى ذلك الزاني الثيب الزاني المحصن إلى آخره الرجل إذا ما كان متزوجا يجلد وما إلى ذلك أما إذا كان زانا وهو غير متزوج يجلد وما إلى ذلك طيب إذا ارتكب هذا الرجل أو إنسان جريمة وهذه الجريمة ما ورد فيها نص شرعي هذا يسمى تعزير عقوبة تعزيرية والعقوبة التعزيرية تقديرها يعود للقاضي الشرعي لأنه لا نص فيها في القرآن ولا نص فيها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقدرها القاضي تقديرا هذا التقدير يسمى عقوبة تعزيرية والله على دكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا لأنه ما فيها نص فهو بالأصل بما أنه ما فيها نص يكتب في الفتوى الكتابية أنه يعزر بكذا وكذا يعني مثلا يجلد مئة وعشرين جلدة مئة وخمسين جلدة مئة جلدة عشر جلدات وما إلى ذلك ينفى مثلا لقرية أخرى مدينة أخرى بما أنه لا يوجد فيها نص فينبغي على هذا المفتي أن يذكر هذا الحكم التعزيري الذي يرفعه للسلطان للحاكم للقاضي للخليفة وما إلى ذلك لأنه لا نص فيها فلو كان فيها نص سيعرف القاضي سيعرف السلطان سيعرف الخليفة الحكم لكن بما أنها تعزيرية ينبغي على المفتي أن يذكر الحكم التعزيري المقدر الذي قدره في هذه المسألة ولا يزاد على كذا هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما يزاك الله أخرى الفرق بين الكلام والكلام بما أنك أخطأت فيها الكلام هو طبعا اللف والكلام هو الجروح أيها الأخوة الكلام هو الجروح نقول كليما أي جرحة كليما أي جرحة وتكلم أو هذا كلامه أي هذه ألفاظه أما هذا كلامه أي هذه جروحه فهذا الفرق بين الفتحة والكسر نستغل الفرصة بما أنه أخطاء أليل يا أخطار ما شاء الله قال أبو عمر إذن أبو عمر هو الإمام الكبير ابن الصلاح الكردي رحمه الله صاحب المقدم المعروف في علم الحديث الإمام الكبير الذي تقدم ترجمته توفي سنة ثلاثة وأربعين وستماء للهجرة رحمه الله وهو أحد عظماء الإسلام الذين ما كتب أي عالم من بعده مثل ما كتب هو في علم الحديث إلى يومنا هذا رحمه الله ورضي الله عنه ابن الصلاح الكردي أبو عمر نعم ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه إذن لو كتب عليه القصاص أو التعزير يعني يبين يبين عليه القصاص كذا وكذا أو عليه التعزير بعقوبة تقديرها كذا وكذا بشرطه كذا وكذا نعم فليس ذلك بإطلاق إذن لا يطلق المسألة يقول والله مثلا أقم عليه عقوبة طيب ما هي هذه العقوبة أو أعزره ما هو هذا التعزير ما هو كم عدده مثلا أو أين ينفى إذا قلت ينفى أو إذا قلت يخرج أو يبعد وما إلى ذلك بل تقييدهم بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أو لا إذن ينبغي عليه التوضيح والبيان وأن يبين الحكمة والعقوبة التقديرية التعزيرية التي قدرها هذا المفتي المسألة العاشرة ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة يعني سأل سؤال وبقي في الرقعة في الورقة التي رفع إليه السؤال فيها موضع بسيط فقط للإجابة وضاقت وهو يظن المفتي أنه أن هذه الرقعة التي بقيت في الرقعة أو هذا الفراغ الذي بقي في الرقعة لا يكفي للجواب وهو هنا يخشى من الحيلة يعني مثلا يقول والله طيب هذا الذي أفتاني به طبعا والمفتي لا يخصد ذلك المفتي لا زال في جوابه تتمه فماذا يفعل هنا؟ ولهذا قالوا يصل جواب يصل جوابه بآخر سطر إذن يصل جوابه بآخر سطر يكمل إلى آخر سطر نعم ولا يدع فرجة ولا يدع فرجة نعم ولا يدع فرجة لا يترك مسافة فراغ لأن هذه المسافة مسافة الفراغ قد يضع فيها هذا السائل حيلة أو يضع الجواب الذي هو يريده وينسبها بالنهاية للمفتي الذي أفتاه بالجواب فهذه من الحيل فلا يترك فراغا في الورقة يملأ الفراغ كاملا نعم لألا يزيد السائل شيئا يفسدها تماما حتى لا يقوم هذا المستخدر بوضع إجابة هو يريدها فيفسد هذه الفتوى على المفتي وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق نعم إذا كان ورقتين مثلا ملصقة وما إلا ذلك أو لسقها بورقة أخرى يكتب على هذا الملصق يعني مثلا هو ملأ الورقة كاملة وألسق بها ورقة أخرى للجواب يكتب على هذا الملصق نعم ولو طاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إذن إذا كتب في ظهرها قلب الورقة الآن وبدأ يكتب في الصفحة الثانية أو التالية وما إلى ذلك فيبدأ من فوق أيضا يبدأ من فوق وليس من تحت نعم إلا أن يبتدأ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه نعم إذن ولو يقول هنا لألا يزيد السائل شيئا فيفسدها وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإساق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهره كتبه في أعلاها إلا أن يبتدأ من أسفلها متصلا بالاستفتاء إذا كتب في الأسفل يتم في الأسفل هذا الذي يقصد إذا كتب في الأسفل يتم بالأسفل ليبقى الجواب متصلا يقول إلا أن يضيق نعم فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه نعم يعني لكي يكون متوازن أو يتضح منه أن هذا تتمت الجواب الذي كان في الورقة الأولى واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها إذا هذا اختيار بعض العلماء أنه طالما هناك ورقة ثانية أو على الحاشية أو في الوراء أو على ظهر الورقة يعني يترك الكتابة في الحاشية لا يكتب الجواب في الحاشية تحت بل يكتب مباشرة الجواب في الصفحة التي في ظهرها فهذا اختيار بعض العلماء ولا بأس به والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها يعني الذي اختاره الصيمري رحمه الله أن الحاشية أولى من الظهر والبعض قال الظهر وهذا حقيقة لا بأس به يعني سواء كتب في الظهر أو كتب على الحاشية ليس الفرق كبير المهم أن يأمن الحيلة من المستفتي أن يأمن الحيلة أن يعرف أنه يأمن هذه الحيلة أنه لن يخدع في الموضع الذي سيكتب فيه الجواب والله عنه قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب يعني لا بأس بذلك كله الأمر في ذلك قريب سواء كتب على الحاشية أو كتب على صفحة أخرى أو على ملصق وما إلى ذلك المهم هو أن يأتي بالجواب السليم الذي يفهم فيه العامي الجواب والحكم وأن يأمن من الحيلة لأنه كما قلت لكم كانوا إذا أفتى أحدهم بفتوى أو مسألة تسير فتواه في الآفاق وربما لا يرىه مرة أخرى وربما هذا العالم يغير رأيه يوما ما فكيف يرجع إليه؟ كيف يبين له؟ وهذه المأساة التي نعاني منها اليوم يعني قد يظهر عالم في بداية عمره يفتي بمسألة معينة وتوضع هذا الحكم يوضع على الإنترنت مثلا وبعد سنوات من النضوج العلمي والبحث والفكر وما إلى ذلك قد يغير هذا العالم رأيه أو قد تتضح له أدلة وأمور لم تكن عنده سابقا طيب بعدما سارت بها الركبان وانتشرت في الأقطار والآفاق كيف يستطيع أن يغير؟ هذه مسألة عظيمة لذلك يقول الإنسان منتبه جدا المسألة الحادية عشر حادية عشر إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي أنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب هنا المستفتي لا يريد منك الجواب كتابة بل يريد منك الجواب مشافهة لأن المستفتي على ما يبدو سألك سؤال أو سأل المفتي سؤال ولم يعجبه جوابك لم يعجبه هذا الجواب فهو لم يعد يريد منك أن تكتب له الجواب أو الحكم على الورقة لأن جوابك الذي سوف تكتبه له لن يعجبه فطلب منك البشافة يعني هو جاء يسأل عن حكم ما وهو يبحث عن جواب يريحه هو أو جواب هو يريده ولا يبحث عن الحق أو كان يبحث عن الحق لما بال بالجواب شفاها أو كتابة أو رسالة أو مراسلة وما إلى ذلك طالما أنه يبحث عن الحق لكن بما أنه يبحث عن ما يفيده هو أو بما يناسبه هو من أحكام فهو يقول لك طيب يا شيخ بما أن جوابك كذا وكذا لا تكتب لي الجواب وجزاك الله خير أخذ منك الجواب شفاها وبدور على مفتي تاني على كيف وبمشي الحال وليحذر أن يميل في أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه إذن المفتي ينبغي عليه أن يحذر من الميلي مع أحد الطرفين سواء المستفتي أو الخصم وينبغي عليه أن يتق الله ويذكر الحق ويتكلم بالحق ويفتي بالحق وينطق بالحق لا يميل لا يميل والله فلان لأني مثلا أعرفه أو من أقاربي أو فلان لأن لي معه عداوة فأشدد عليه تشديدا قاسيا لا ينتبه المفتي من ذلك يحذر أشد الحذر من أن يميل والميل عادة ما يستعمل للقلب يميل الميل يستعمل للقلب عادة نعم ووجوه الميل كثيرة لا تخفى نعم وجوه الميل كثيرة ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه إذن يكتب ما هو له يعني يكتب ما يريده المستفتي ما يريده المستفتي الشيء الذي يرغب به المستفتي أو الشيء الذي يحب المستفتي أن يسمعه ولا يكتب الشيء الذي عليه يعني مثلا المسألة فيها أو هي من شقين في الشق الأول من السؤال هو كان فيها على حق فيذكر له أنك حقيقة أصبت وكنت على حق وأحسنت وأجدت وتكررت والشق الثاني من السؤال هو على خطأ وهو على باطل وهو على ضلال وهو محقوق وليس على حق وعليه رد الحقوق فيذكر له القسم الأول الذي له فيه الحق فيميل معه ولا يذكر له القسم الثاني الذي هو فيه محقوق وهو على باطل وبالتالي ذكر له ما له ولم يذكر له ما عليه فينبغي أن ينتبه المفتي من ذلك بأن يبين له ما له ويبين له ما عليه كذلك يكون على حق ويكون منصفا وليتذكر بأن العلماء هم جسور يمشي عليها المستفتون فليحذر أن يمشي المستفتون ويدخل الجنة وهو يهبط أو يهوي في جهنم والعياذ بالله فليتق الله في هذه الأمانة وهذه الفتوى التي وفقه الله لحملها نعم وليس له أن يبدأ في سائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم نعم إذن هنا يقول وليس له أن يبدأ في سائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص يعني فهم هو من سؤال السائل أن هذا السائل إنما سأله ليس ليتعلم الحكم وليس لينتفع وليس لينقذ نفسه في آخرته بل إنما سأله سؤالا ليستخلص منه حكما يريحه هو أو يخرج فيها من الورطة أو بمعنى آخر يبحث فيها عن ثغرة قانونية شرعية حيلية ينفذ من خلال هذه الثغرة فهو ما سأله ليتعلم وما سأله ليتوب ويرجع إلى الله بل سأله ليبحث عن مخالص عن منفذ يعني عن منفذ يخرج فيها من الورطة أو من الحيلة بطريقة غير شرعية فلينتبه لا يبدأ والله هو لأنه فهم من سؤال المستفتي كذا فيقول تعرف خليني أعطيك الشيء الذي يريحك وأنقذك وتروح تنام وأنت متهني فينتبه منها انتباه شديد الأصل هو أنه يسأل ليتعلم وليتق الله لأن الأصل هو أن يتعلم ومن ثم يعمل بما تعلم وبعد ذلك يخلص بالعمل الذي علمه وعمله علمه وعمله ثلاثة مراتب أن يتعلم وبعد ذلك يعمل وبعد ذلك يخلص وليس يبحث عن المخالص المخالص تنافي ذلك هذه مخارج بينما هو لو تعلم ليعمل ومن بعد ذلك ليخلص في العمل كذلك سينجو إن شاء الله وهذا حسن ظننا بالله لكن هنا هو فقط يبحث عن المخالص عن المنفذ عن المخرج أريد فقط حلا ولا يريد وذكرنا التيس المستعار سابقا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى البحث عن المنفذ أو الحيل الشرعية أو المخالص للخروج والنجاة وهو إن كان قد نجاه في الدنيا فأين سينجو من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وما يخفى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فأين أنت تنجو من الله حتى لو أنت ضحكت على المفذ على الشيخ على العالم على الفقيه بسؤالك لكن أنت لن تستطيع أن تضحك على الله جل جلاله وقال بأي شيء تندفع دعوة كذا وكذا يعني فقط أعطيني يا شيخ الجواب والحل الذي ينقذني من كذا وكذا خلصني من هذا الأمر يعني مثلا دخل في مسألة رباوية وعمل رباوي وحكم رباوي ويبحث فقط عن تخريجة من هذا الربا هذا كل الذي يهمه أن يخرج منه فيأتي هذا المفتي يبين له ويلف ويدور ويحول ويحور مع أن الحكم واضح وقطعي في كتاب الله أو بيّنة كذا يعني الدليل كذا وكذا كان يأتي له بآية ويقوم بلي عنق الآية كما يشاء وكما يرغب ويأتي بتفسير من عنده يخالف فيه جمهورة إمة التفسير عبر القرون السابقة كلها ويفرح بأنه جاء بتفسير ما سبقه به الأولون ولن يسبقه به الآخرون ما شاء الله يعني مبدع زمانه نعم لم يجب كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق إذن المفتي هنا الأفضل أن لا يشيبه والأفضل أن يسكت ولا يبين له الكلام لأنه إنما فهم من كلام هذا أنه يبحث عن تخليص وعن مخرج وعن أمر ينقذ به نفسه دنيويا نعم وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فيما الدعي عليه فيما الدعي عليه نعم إذن يسأله شخص تقدم بدعوى عليه هو فيسأله بيّن لنا ما قولك أو ما الذي حصل أو ما هي القصة نعم فإذا شرحه عرفه بما فيه من دافع وغير دافع إذن وقع عليه ظلم وجاء للمفتي يريد الجواب فبعد أن يسأله هذا المفتي يسأله هذا السؤال ويطلب منه أن يبين له الحكم الشرعي أن يبين له ما الذي جرى بعد أن يشرح هذا المستفتي القصة كاملة وماذا جرى وماذا حل عندها ممكن أن يقول له المفتي هذه البينة تحميك أو هذه البينة ترد لك حقك أو تدفع الظلمة أو المظالمة عنك والله تعالى أعلم ونقف عند هذا القدر إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونراكم في اللقاء القادم إن شاء الله